بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومواله تعد الأسرة أساس المجتمع الإسلامي وهي وحدة أساسية من وحدات العمران الكوني فترة وسنة اجتماعية حيث الإسلام على تنظيم أحكامها لضمان استمرار وجودها في المجتمع وتماسكها حيث فصل في أحكامها والتشريعات المتعلقة بها ما لم يفصله في غيرها من الأحكام فتم بالجانب الروحي والعقل والوجدان والأخلاقي والاجتماعي وكل ما يحقق توازن الأسرة وتماسك بنيانها ووصلت عناية الإسلام بهذا المكون أي الأسرة إلى درجة كبيرة امتدت إلى مقابل تأسيسها في محاولة الانتقاء عناصر بنائها مما يحقق التلاؤم والانسجام يقلل من دوافع الفشل لبنيانها بدءا بالوسيلة المشروعوي الزواج الذي اعتبر إحدى سنن الله في خلقه لما يحقق من مقاصد في الحياة الإنسانية قوله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فأول أسرة بشرية كانت على وجه الأرض هي أسرة آدم وحواء التي هي أساس البشرية لذلك جعل الزواج سبيل الوحيد لتكوين الأسرة بالشكل الذي يحفر الحرومات والأنساب ويلب الغرائز طبيعية في إطار من العفة والخصوصية ويحقق السكن والاستقرار لكل الطرفين قوله تعالى ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون حث الإسلام على الزواج وحسن اختيار الزوجة ومنع حق اختيار الزوج أيضا لأنها أساس بناء الأسرة كما أنها مدنة الولد الصالح لتكون أم مربية تقية طاهرة عفيفة تعين أبناء على التربية الصالحة كما حرص ديننا الحنيف على غص مبدأ التقدير والاحترام للأباء والأمهات والقيام برعايتهم وطاعة أمرهم إلى الممات يقول تعالى وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقول لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما لقد فضنا الغرب إلى أهمية الأسرة في بناء المجتمع والأمم والحضارات واعتبروا هدم الأسرة هدما للحضارة كلها يقول أحد المستشرقين إذا أردت أن تهدم حضارة أمة فهناك وسائل ثلاث أولا هدم الأسرة ثانيا هدم التعليم ثالثا أسقط القدوات إن بناء الأسرة له دور كبير في المجتمع وبنائه وأمنه واستقراره والأسرة التي تربي أبنائها وتنمي قدراتهم وتغرس في نفوسهم حب الخير وحب الناس وحب العمل وحب الوطن أيضا وكذلك حب التمسك بالأخلاق والشمائل الإسلامية والدفاع عن الوطن إنما هي تقوم ببناء مجتمع وبالمقابل الأسرة التي لا تهتم بأبنائها ولا تنشئهم تنشئة اجتماعية سليمة إنما هي تهديم المجتمع ولا تسايم في بناء حضارته ومجده إن الأسرة المؤسسة ممتدة الأسر والزمن تستوعب الطموحات والأمال وتصم لكل فرد من أفرادها دوره المناط به تجاه كل ما هو حوله ووظيفة الأسرة في الإسلام وظيفة مقدسة ورسالة سامية في المجتمع والحياة وواجب على مسلمين جميعا حماية الأسرة المسلمة وذلك بنائها على مبادئ الإسلام ودائمه وأسسه والبتعاد عن الفرقة والنزاع وكل المشكلات التي تسبب في الطلاق وتفكيك الأسرة واستحلار مراقبة الله تعالى في كل حركة من حركات الأسرة وسكناتها وتعاون الجميع من أجل النهود بالأسرة المسلمة ماديا ومعنويا أضف إليه دور التشريعات القانونية المنظمة للعلاقات الأسرية بإقامة العدل وتحقيق التوازن الأسري وفق دوابط الشريعة الإسلامية وذلك لبناء أسرة مستقيمة أساسها المحبة والتعظيم والتكافل المستمر وأقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته